قصتنا النهاردة عن سارة اللي عندها عشرين سنة بتفكر تنتحر من اللي شفته من باباها ومرض باباها سارة باباها أمامتها منفاصلين منه هي الطفلة الصغيرة لما أمها اتجاوزت بعد الانفصال باباها رفع قضية حضانة وكسبها خد سارة تعيش عنده مرض باباها خلتها بقيت بتغدم في البيت تغسل هدوم البيت تعمل فطار وغدا وعشا وهي لسه طفلة كل شوية تضربها وبتشتمها وكله قدام باباها لما صارة كبرت شوية اتخطبت بدأ خطبها يزورها يجيب معها هدايا يجيب معها حاجة حلوة هو جاي مراد باباها كان بتقولها الحاجات دي جايلي أنا مش دبيتي لما خطبها مثلا يديها فلوس تعط تفتش في هدومها وتاخدها من وراها مراجب لها قطة صغيرة هدية عشان تسليها رحت رميتها على السلم لحد ما القطة ماتت طردت صارة اكتر ما مرة وبالليل قوي اكتر من الساعة اتنين بالليل درجة ان البنتي يعنيك بتستنى لحد الساعة خمسة الفجر تقولك على القل تكون الشمس طلعت صارة دلوقتي قاعدة مع مامتها وبقالها شهرين وهي أنا زعلانة اني بقول كده بس هي بتقول انه جوز مامتها مش برحب بيها باباها ما سألش فيها اصلا رفل حتى نوا يجيب لها جهازها وهي عايز تتجوز في نفس الوقت جوز مامتها قال انه هو مش هيصرف عليه هو ماروش دعوة هو مش يعني مش مش ملزم انه هو يتكفل بيها محدش واقف جنبها نهائي لحد ما هي بدأت تفكر في الانتحار لانها مش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور وسام ونير خبيرة الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الاسرية عشان نشوفها نعمل ايه سالف ول زيك يا وسام اوهارك يا دكتور الحمد لله تمام اراك في قصة النهاردة هي قصة صارة وانا شايفاه ان هي قصة مش جديدة يعني قصة قريبة جدا من حياتنا اليومية بنلاقيها في ممكن حد من صحابنا حد من قرائبنا حد من زماننا في النادي في الدراسة بشكل عام فكرة الحياة الزوجية اللي هي اتنين بيتجوزوا لكن لما الاتنين ما بيكونوش متوفقين مع بعض بنبهد للعيال هي دي ما بناخدش بالنا انه في اطفال جوه البيت فبالتالي احيانا انا بشوف ان احيانا الطلاق بيكون هو الحل لاستقرار الاسرة ولكن ما بعد الطلاق دي مشاكله كتيرة جدا جدا وبتأثر اكتر على الاطفال بتأثر عليه من ناحية نفسية ناحية الاجتماعية بشكل عام فبالتالي احنا بنقول لكل ام وكل اب نحافظ على الاستقرار الاسري على قد من قدر في قصة هنا النهاردة ليه الاب خد الحضانة من الام عين هو مش عايزة ومراته مش عايزاه كان هو من الانتقام يعني ايه ازاي راجل او زوج يعني يتخيل ان زوجته بتقول له طلقني انا مش عايز اعيش معك لأي سبب ما فجأة مرات الاب لما اطلقت خلاص هو ازاي حس ان في واحدة تقول له لا انا مش عايزة عايزة معك وفجأة تتجاوز واحد تاني اصدق لما الام يعني نفسها اطلقت فقالت له انا مش عايزة اكفع عملي عاديها وكمان اتجاوزت واحد تاني فبالتالي هنا هو نوع من الانتقام احنا كتير من الخلفات الزوجية ان الزوج بيستغل الطفل كنوع من الانتقام من الزوجة او التسلط عليها عاوز ينتقم منها ان اكيد اي ام عندها طفل فبالتالي الطفل ده عندها اهم حاجة فازاي الزوج يضغط على الام من هو ايه ياخد الطفل او البنت ويبدأ يضغط عليها